السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع السابقون مش عايز أقول مع السابقون أنا عايز أقول إن أنتم نفسكم السابقون ربنا جعلوا أياكم من السابقين أجماعة الدنيا مش مستهلة إن إحنا نشغل نفسنا بها لدرجة إن إحنا ننسى أخرتنا وننسى إن إحنا في سباق في سباق بجد سباق حقيقي وفي ذلك فلي يتنافس المتنافسون ده فرصة عمرك مش هتيش عمرك غير مرة واحدة يعني أهل الدنيا لما بيجوا يتمتعوا وتقولهم مقضة حياتك كلها متعة وبس ليه وناس العبادة والصلاة والحج والعمرة والقرآن يقولك أسانا مش هتيش غير مرة واحدة فعايز أتمتع بكل لحظة فيها وأقسم بالله عز وجل لأن أجمل وأعظم متعة في الدنيا كلها متعة القلب بالأنس بالله ومحبة ربنا والقرب من الله سبحانه وتعالى عارف حضرتك القلب والجسد عمين زي إيه زي واحد راح يشتري نجفة النجفة ديت هعلقها في أجمل حت عنده في شقة في الصالون اللي بيستقبل في الضيوف فلما راح يشتري النجفة حطوله النجفة في الكرتونة وحطوله حواليها كده الفل ده عشان النجفة ما تكسرش فلما راح البيت كان زكي أو ما شاء الله فرح راح البيت ورح ماسك النجفة ورح ماكسرها ورميها في صندوق القمامة ورح ماسك الكرتونة ورح مزينها ورح معلقها في قطة الصالون عشان يجوا الضيوف الناس تقول على ده الراجل ده ايه ده عائل ده ممكن يكون عائل طبعا لا يمكن أمال كان مفروض يعمله يعلق النجفة ويرم الكرتونة هو ده اللي بيحصل ناس كثيرة النهار ده معلقها الكرتونة ورميها النجفة أهملوا أعمال القلب أهملوا علاقة القلب ومحبته لله سبحانه وتعالى وتوكله وإنابته ويقينه في الله سبحانه وتعالى والثقة والخوف والرجاء يعني كل الأعمال القلبية أهملها واهتبم الجسد ليل ونهار أعمال يأكل ويشرب ويتمتع ويتفسح ويحط كريمات ويعمل مش عارف سشواره لشعره وعمال مظبط حياته كلها للجسد فعمال ينمي في الجسد ينمي في الجسد ويفطس في الروح ويفطس في قلبه لحد ما مره واحدة جاله اكتئاب جاله مرض نفسي يبتدي يلف على دكاتنا نفسين وكل واحد يدله على حاجة معينة ممكن تكون مخالفة للشرع ممكن تكون موافقة للشرع الله أعلم لكن في النهاية تلاقي نفسه مخلوق تقوله طب نجيب لك ايه اللي مش عايز حاجة انا مش طايق اي حاجة طب تعالى نتفسح مفيش حاجة بتسعدني انا مفيش اي حاجة في الدنيا بتفرحني ايه اللي فرحك آية واحدة طبعا الكرآن كله فرح جاء نقصد يعني علاجك في الآية دي قال جل وعلا الذين آمنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله خب بلك تطمئنوا القلوب الاطمئنان حاجة والسعادة حاجة ايه السعادة والاطمئنان السعادة ممكن تكون وقتية يعني ممكن يكون دلوقتي قاعد سعيد عشان قاعد معاكم بلطاق بيكم فسعيد جدا جدا في اللحظات اللي احنا قاعدين فيها مع بعض لكن ممكن بعد الحلقة ألا نفسي متضايق مخنوق في حاجة مزعلاني إنما الاطمئنان هو تركيز أو رسوخ السعادة في القلب وتطمئن قلوبهم بذكر الله تحيط في القلب ايه مليان سعادة وسعادة دائمة يعني سعادة ممكن تكون ده جدا جدا إزاي؟ عصن انت لو قلبك أصبح موصول بالله سبحانه وتعالى مش هتفرق معاك أي حاجة خارس هتأتي الأشياء اللي تساعدك تبقى فرحان جدا وتشكر ربنا سبحانه وتعالى وتسجد الله شكرا وتزداد طاعة لله تيجي حاجة تحزنك تقول الحمد لله إنا لله وإنا إليه رجوان اللهم أجرني فيه مصيبتي واخلف لي خير منه وتبقى فرحان تبقى فرحان كل ما جاء من عند الحبيب فهو حبيب فيعني تبقى فرحان جدا بالنقمة وبالنعمة وبالتلاء والمصائب وبالمتع بكل حاجة فرحان به طالما أنها جاءت من عند الله سبحانه وتعالى ولذلك الإمام من تيمية رحمه الله رحمة وسعة لما جم في مرة مراد بعض العلماء واشهوا به إلى السلطان فرح السلطان جايبه قال سمعت يا ابن تيمية أنك تريد ملكي فتمسم الإمام وقال ملكك والله لا ملكك ولا ملك آبائك وأجدادك ولا ملك العرب والعجم يساوي عندي جناح بعوضة ببالك لأن النابع سم قال كده قال لو كانت الدنيا تساوي عند الدنيا كلها بقى مش ملك بقى لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة أماء فقال له الإمام من تيمية والله إني منذ عقل ترشدي أريد جنة عرضوها السموات والأرض أريد جنة إيه عرضوها السموات والأرض فالراج السلطان دا ما عجبوش كلام فرح مشاور كده إيه يدخلوا السجن أمهم يدخلوا السجن فالزنزانة نازل من فوق كده مش باب لا يعني سور نازل من فوق كده فتذكر قول المولى عز وجل فضرب بينهم بسور له باب باطلهم فيه الرحمة ناحية المؤمنين وظاهرهم من قبله العذاب خبالك بقى ثم نظر إلى هؤلاء السجانين وقال ماذا يصنع بيه أعدائه خبالك بقى من لزة والحلاوة ولزة وجمال الإيمان ماذا يصنع بيه أعدائه والله أنا جنتي وبستاني في صدري أنا رحت فهي معي هتعملوا معي إيه أنا قتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة وسجني خلوة بيني وبين ربي فالمأسور من أسره هواه والمحجوب من حجب عن ربي جلس الإمام وقرأ الكرآن بضعا وثمانين مرة ختمه أكتر من ثمانين مرة إلى أن وصل إلى قول الله جل وعلا إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ومات الإمام عند تلك الآية يا الله أجمل لحظة في حياتك يوم ما تحس أن أنت قلبك موصول بالله يوم ما تحس أن ربنا راضي عنك تبع حس أن ربنا راضي عني يوم ما تكون أنت راضي عن الله يقينا هيكون هو راضي عنك وجد الحسن رجل يقول يا رب ارضى عني فقال حسن والله لو رضيت أنت عن الله لراضي الله عنك قال أنا أنا عبد فقير ضعيف أرضى عن الله قال أجل قال كيف ذلك يا حسن قال إذا سررت فرحت إذا سررت بالنقمة سرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله وصوف يرضى الله عنك مش بقى الواحد يبقى قاعد لو وكل كباب تسأله أغبارك الحمد لله وتبوز إذا كشه وظهره فرحان جدا وتاني يوم تبقى وكل فول أغبارك إيه أهل الحمد لله عيشة واخرتها الموت فيعني وخبرك الدنيا تبقى شكدا أن أنت لازم تعرف أنها دنيا يوم تساء ويوم انتصر يوم تبقى غني يوم تبقى فقير يوم تبقى صحيح ويوم تبقى مريد يوم تبقى سعيد ويوم تبقى حزين يوم تبقى فرحان ويوم تبقى زعلان وهكذا فالأيام دول إنما السعادة الحقيقية التي لا تنفك عنها أبدا لا تكون إلا في جنة الرحمن سؤل الإمام أحمد رحمه الله رحمة وسع يا إمام متى الراحة قال والله لا راحة إلا مع أول قدم نضعها في جنة الرحمن جل جلاله أجمل لحظة أن أنت تعيش المعنى الجميل دوت ورتلك في الحلقة اللي فاتت والنهاردة الحلقة الثانية ارتلك في الحلقة اللي فاتت أنا خايف عليك من كلمة سبقك بها وكاش وانت قاعد كده خلي همتك عليه صحبك واخوك وحبيبك يعني ختم الكرآن في 8 شهور فتقولوا طب وليه مختموش في 4 شهور في ناس ختمت الكرآن في 4 شهور طب والله أعرف ناس ختم الكرآن في شهرين في شهرين أو الله العظيم في شهرين ده ازاي دقاء كان كل يوم ما شاء الله بيحفظ 4 تربع فما شاء الله يعني نص جزء يعني في شهرين بالملي كان ختم الكرآن طب ازاي بيركزوا في قيام الليل قيام الليل بقى تثبيت الكرآن في الصدر بشكل لا يخطر على البال كان بيحفظ ربع بعد صلاة الفجر ربع بعد صلاة الظهر ربع بعد صلاة العصر ربع بعد صلاة المغرب وطول السنم بتاعت الصلاة اللي 12 ركعة للنبي صلى الله عليه وسلم قال عنها من صلى 12 عشرة ركعة في اليوم والليلة بني له بيت في الجنة فكان يصلي باللباع اللي هو حفظه ويجي بقى في قيام الليل ويروح يصلي بالالربعة تربع لحفظهم مع الالربعة تربع لحفظهم امبارح يبقى يصلي بجزء كامل ويجي في اليوم التاني يبدأ يحفظ وهكذا لما خلص بعد شهرين قتم الكرآن بدأ يراجع كل يوم خمس اجزاء الكلام ده لمدة سنة كاملة لحد ما ما شاء الله الكرآن بقى في صدري كالفاتح بعد كده ابتدى يعني كل يوم بفضل الله سبحانه وتعالى يعني يراجع ثلاث اجزاء الى ان ثبت هذا الحفظ بفضل الله سبحانه وتعالى بفضل الله جل وعلا امم تعال نرجع بقى للموضوع بتاعنا اللي احنا بقول خايف عليك انه يتقلك سبقها بيها عكاشة يا رب انا كالنفسي في الفردوس الاعلى سبقك بيها عكاشة يا رب انا كالنفسي اختم الكرآن بسرعة كده سبقك بيها عكاشة انا كالنفسي ان انا يعني اقدم خدمة كبيرة جدا لبلدي سبقك بيها عكاشة كالنفسي ان انا يعني ولادي ودعاء اوعى يتقلك سبقك بيها عكاشة خليك انت عكاشة دائما تكون سباق في كل حاجة اللي ممكن تعمله النهاردة بالله عليك اوعى تعمله بكرا كتير جدا من الناس بيقولوا الدعاء ووقتهم وظروفهم وشاف ايه يقينا لازم تعرف معلومة صغيرة كده عن كتير من الدعاء مش عايز اقول كله دعاء بس كتير من الدعاء شبه يعني حياتهم ما بينامش اكتر من 3-4 ساعة في اليوم حياته كلها مقضيها ما بين قراءة ما بين تصنيف ما بين تجهز محاضرات ما بين تسجيل ما بين اصلاح ما بين الناس ما بين رد على الفتاة ما بين ما بين حياته كلها مليها بالخير دوت ليه لانه عايز ما يتقلوش يوم الايامة سبقك بيها عكاشة مش عايز لحظة في عمره تعدي كده يعني من غير ما يستفيد بيها اي فائدة تعود عليه بالخير في دينه او دنياه خب بالك من حاجة اي لحظة في حياتك هتتسئل عنها يوم الايامة يقينا لا تزور قدم عبد من عند ربي يوم القيامة حتى يسأل عن اربع عن عمريه فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وعن علمه ماذا عمل بين بكل اسف وبقولها لك بكل اسف في ناس كتير جدا 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 لحد وقتنا هذا بكل اسف خارج نطاق الخدمة الشبكة بتاعتهم وقعة خبالك شبكة علوه هم عند وقعة لا ارسال ولا استقبال لا بيستقبل ولا بيرسل لا بينتفع ولا بينفع بكل اسف عايزين نهاردة تبقى الشبكة بتاعتنا كلها داخل نطاق الخدمة عايزين فعلا نكون حضرين هم علي ما شاء الله جهد وباز لواء الحياة مش هتعاش غير مرة واحدة ابزل فيها قيمة المرء ما يحسن شوف انت العمر بتاعك لا يقاص بسنوات عمرك ولا بأيامك ولا بالساعات الاشتاء وانما يقاص بالاعمال الجليلة التي تقدمها لنفسك ولدينك ولبلدك تلت محاور عايزين نتكلم عنها دائما في كل حلقتنا ان انت اخدم نفسك يعني اعمل عمل يبيض وجهك امام الله سبحانه وتعالى اخدم دينك عشان لما تيجي يوم اليامة وتوقف من يدين الملك سبحانه وتعالى وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ما منكم من احد حدش هفلت ما منكم من احد الا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان ينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم الا ايه ما قدم قدمت ايه ينظر العبد اشأم منه فلا يرى الا ما قدم ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى الا النار نعمل ايه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاتقوا النار ولو بشق تمره ولو بكلمة طيبة صعب عليك شقة طمرة نصة طمراية صعب عليك الطمراية تديها الوحد فقير صعب عليك ان انت تعمل اي خير انبع السلم قال كذا كما عند مسلم لا تحقرن منها المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق ممكن تقول كلمة واحدة الكلمة دي توصل بها اعلى درجات الجنة وممكن تقول كلمة تانية عازم بالله عازم بالله تهو بك في دركات الجحيم ربنا عافينا عافيك يا رب واجعلنا من اهل فردوس قال صلى الله عليه وسلم حديث روال بخاري ومسلم واللفز للتلمزي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العبد لا يتكلم بالكلمة او ان الرجل لا تكلم بالكلمة من رضوان الله يرضى الله عزة او يكتب الله عزة جل له بها رضوانه الى يوم القيام وفي رواية يرفعه الله عزة جل بها في الجنة درجات وان الرجل لا تكلم بالكلمة من سخط الله يكتب الله عزة جل عليه بها سخطه اليوم القيام وفي رواية تهوي به في جهنم سبعين خريفا و لواء الأونية ترفعه في الجنة سبعين خريفا يا الله بكلمة بكلمة تخش الإسلام بكلمة تخرج من الإسلام بكلمة تستحل فرج امرأة بكلمة يحرم عليك فرج المرأة بكلمة تثار الحروب بين القبائل وبين الدول وبكلمة يأتي السلام والوئام بكلمة تحبب فيك الناس وبكلمة تبغض الناس إليك سبحان الملك بكلمة واحدة الكلمة لها درجة أو لها مكان عظيمة في دين الله سبحانه وتعالى وليمكن تعلو الهمة طالما بنتكلم عن الهمة والهمة من العالية وإن احنا عايزين بقى نكون من الصباقين احنا مش عايزين كلام يعني من مجرد بس التنظير وكلام عايزين كلام عملي نعمل ايه عشان الهمة دي تعلو ده اللي هنعرفه من خلال الحلقات دي وهندي أمثلة ونماذج جميلة جدا ان شاء الله للناس اللي عندهم علوه وهمة ما شاء الله وما كانوش عايشين على هامش الحياة وانا بقول دايما والله جماعة ما ينفعش اي مسلم ولا اي مسلم ابدا يعيشوا على هامش الحياة ممكن تعيش على هامش الحياة ممكن هترتاح يقينا هترتاح لا بجد او الله هترتاح بس هتعيش صغير وهتموت صغير وتبعث في يوم القيامة صغير انما لو كان عندك هم عالية هتتعب وهتتعب كتير من طلب العلا سهرة اللي يالي اممكن ما تنامش كتير ممكن ما تكلش كتير ممكن ما تتمتعش ما تفسحش كتير لكن يقينا هتبقى راضي عن نفسك قوي 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 وهتبقى مبسوط وسعيد انك بتقدم حاجة لامتك والدينك والنفسك والوطنك والاسرتك والحبيبك من المسلمين والمسلمات هتبقى يقينا راضي عن نفسك مبسوط وفرحان هتعيش كبير وتموت كبير وتبعث في يوم القيامة ليك قدر وقيمة ومنزلة عالية عند الله سبحانه وتعالى تختار اي واحد فيهم تحب تكون مين فيهم تحب تكون عايش ومبسوط ومرايح العظمتين زي بقولوا ونايم ومد الدنيا يعني مش سائل فيها خالص ولا بتعمل اي حاجة ولا لك اي دور في الدنيا دي ولا تعيش وليك دور فعال تبقى انسان مؤثر تعرفين يا جماعة فيه انسان لما بيموت ولا حد يحس به وفيه انسان يوم ما بيموت فعلا تحس ان الدنيا كلها بتبكى عليه فما بكت عليهم السماء والارض يا الله قال ابن عباس فالمؤمن اذا مات تبكيه السماوات والارض سماء تبكي على المؤمن نعم وتبكيه الارض حتى انه لا يبكي لفقده موضع سجوده المكان اللي بتسجد فيه الله سبحانه وتعالى حينما تموت يفتقدك هذا المكان فيبكي عليك يا الله يبقى لابد عشان تعلو الهمة لازم تعمل حكتين التخلية قبل التحلية ان انت تفرغ قلبك من الدنيا وتملأ قلبك بحب الاخرى تقول لي معنى كده بقى ان انا اسيب الدنيا بقى واروح اعط في المسجد وابني خيمة خضرة ووالبس لبس مقطع وخلاص بقى اداروش واعتزل الدنيا مش ده مقصدي ابدا ولا عمر ده كان قصدي ولو كان قصدي كده ابا انا غلطان وليكم حق تغلطوني انما مش ده قصدي انا عايزك تعيش دنيتك واخرتك بس بشرط ان ما تخليش الدنيا تغلب على الاخرى بمعنى ايه ممكن نجمع بين الدنيا والاخرى اه هي دي معدة صعبة لكن ممكن تجمع ممكن تجمع والدليل على ذلك كتير من الصحابة قدروا يجمعوها عبدالرحمن بن عوف كان غني جدا جدا ماشاء الله سعد بن ربيع ابو بكر الصديق عثمار بن عفان كتير من الصحابة ابو طالح الانصاري كل دول كانوا اغنياء جمعوا الدنيا وجمعوا الاخرى بس استخدموا الدنيا لمرضات الله سبحانه وتعالى استخدموا الاخرى الدنيا دي كلها في ان هم يعمروا اخرتهم وزي ما كنت دايما بدي مثل بقول لو ان واحد مننا عنده شائتين الشائتين دولت يا جماعة على المحارة لسه مش مضوضبين وفي شقة فيهم اخب بلد والشائتين تمليك في شقة فيهم انت بتقعد فيها 23 ساعة في اليوم والشقة التانية بتقعد فيها ساعة وربنا اكرمك بمبلغ من المال المبلغ ده ما تقدرش توضب به الا شقة وحدة بالله عليك لو انت انسان بتفكر تفكير عالي توضب انه شقة صح زي ما انت بتقول الشقة اللي بقعد فيها 23 ساعة لانه دي قعد فيها وقت كبير جدا هو ده القبر انت عايش في الدنيا لحظات يقسم المجيون يوم القيامة ايه ما لبثوا غير ساعة قال كم لبثتم في الارض عدد سنين قالوا لبثنا يوما او بعض يوم او هنا علماء اللغة بيقول عليه هي بمعنى بل يوما يعني بل بعض يوم جزء من اليوم ساعات حياتك دي كلها ساعات وهتيجي يوم اليوم توقف بين ايدين مولى عز جل في يوم يبلغ طوره خمسين الف سنة ينهر ابيض خمسين الف سنة بس طمن ما تخافش ها طمنك دلوقتي قال جل وعلا سأل سائلهم بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره اليوم ده ادي ايه خمسين الف سنة يعني انا هقف يوم الايامة خمسين الف سنة بس هقول لكم هطمنك دلوقتي بس بعد بتصدع لحبيبك صلى الله عليه وسلم ورد حديث عند الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة كل اليوم ده يمر على المؤمنين كما بين صلاطي الظهر إلى العصر بين صلاة الظهر وعصر يا جماعة ده حوالي ثلاث ساعات يعني يوم الايامة ممكن يعد على اهل الايمان كأنه ثلاث ساعات اه وقف في ارض المحشر الصينيبي قال كما عند مسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاتا عراتا غرلا غرلا يعني ايه يعني غير مختونين يعني قتعة اللحم اللي أطعاه منك ساعة الختان ترجع لك مرة تانية سبحانه الملك لازم تترد الامانة كاملة غير مختونين والشمس تدنو فوق الروس ده في رواية تانية حتى تكون كمقدار ميل قبالك ويؤتى بجهنم لها سبعون الف زمام مع كل زمام سبعون الف ملك يجرونها فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على رجبتيه وقال يا رب سلم سلم ده يوم القيامة آه يوم القيامة والناس وقفوا في أرض المحشر من لدون آدم عليه السلام إلى قيام الساعة كل واقف مكان واحد وبعدين إيه ويفيدوا العرق فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه إلى رجبتيه إلى حكويه منهم من يلجمه العرق والجامن يقدرش ينطق حتى كلمة آه لأنه لو تأوه العرق يخش فين في جوف سبحان الملك وهو واقف آه بس سبقا اللي هيعب بقى ثلاث ساعات ده هيبقى فين لا مش هيبقى في أرض المحشر هيبقى فين في ظل عرش الرحمن سبحانه تعالى سبعات سبع أصناف يعني يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل وهنا نتكلم عنه من شاء الله في درس تاني هتبقى في ظل عرش الرحمن في أكل هناك آه في أكل مين اللي عدها آه قول انت أكيد النبي على السلام حد من الملايكة برضو لا طب يمكن حد من صحابة النبي أعصم لا والله أم المين تخيل ما أعدها لك ملك المقرب ولا نبي المرسل أم المين لا أعدها والله العظيم يعني أقول لها كيف مش هتصدق أعدها لك أو لنا إن شاء الله مالك الملك ومالك الملك لا 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 ده انت أكيد بتهذر باشي لا والله ما بهذر بتكلم جد والله العظيم بتكلم جد ربنا سبحانه تعالى سيعد لنا وجبة بنفسي آه الوجبة بدي اسمها إيه؟ زيادة كبد النون يعني إيه زيادة كبد النون فصر هفصر بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم يعني زيادة كبد الحوت زيادة كبد الحوت آه طب عندك دليل عندي دليل وما فيش أي كلمة أولا لك من غير دليل قال صلى الله عليه وسلم لما سأله عبد الله بن السلام والحديث طب خرجنا الحديث الله مسلم أن عبد الله بن السلام وده كان حبر من أحبار اليهود وأسلم بعد ذلك فجاء إلى النبي صلى الله فقال يا رسول الله ما أول وجبة يأكلها أهل الجنة قال زيادة كبد النون أعدها لهم الرحمن الجل وعلا يبقى مين اللي أعد الوجبة دي الملك الملك هيعد لك وجبة الوجبة دي اسمها ايه زيادة كبد النون بعد ما تاكل الوجبة دي هتبقى عطشان لا طبعا دي الأكل دي تكل له على بعضها يعني أكله شربه تحلية ومش عارفه أولا كيف بقى دي وجبة أعدها الملك سبحانه وتعالى ودي أول شيء تتحف به كده قبل تخول الجنة وبعدين تروح تشرب بنحوض النبي صلى الله عليه وسلم يعني متع ما بعدها متع يبقى عمرك ده كله ما تحزنش عليه ما تقولش لا ملحشة تمتع بالشباب واللي يقولك شباب الغالي ضيعته يعني سبحان الله واللي مش عافيه لا 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 ما تضيعش عمرك كل لحظة هتتعسب عليه ولذلك كان من أسماء يوم القيامة وتتعجب لهذا الاسم كان من ضمن أسماء يوم القيامة ايه يوم الحصرة طب ليه يوم الحصرة يعني حصرة على مين أكيد على الكفار لا 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 مش على الكفار واس آه طب أنا صحة لا مظبوط أنا أصدق على العصاة كمان لا ولا على العصاة كمان في حد تالت غير الكفار والعصاة والمنافقين ولا آه فيه على مين كمان؟ على المؤمنين شيخنا ربنا برفيك حصرة على المؤمنين أو الله العظيم حصرة على الكفار والمنافقين والعصاة والمؤمنين طب ليه على المؤمنين؟ طب على الكفار ماشي عشان ما أمنوش بالله سبحانه وعلى العصاء عشان ما تابوش من المعاصر اللي هو ما كانوا بيعملوه طيب وعلى المؤمن ليه عشان ما ازددش في طاعة الله هيبص كده لدرجات الجنة يعني يلاقي درجات ما بين الدرجتين مسيرة مئة عام كما صح ذلك الحديث عند البخاري مسيرة ما بين درجة ودرجة ده مش بقى حسد عشان دنيا عشان كده ما ينفعش يكون في جنة حسد ده لو في جنة حسد ده الناس تموت من اول لحظة ليه لان ده الناس لو حسد بعض في الدنيا يقول لك فلان ده الدنيا البلية اللي عبت معها راكب عربية شبح يا عم يا بخت وقادي الناس اللي عايش يا عم امتى بقى نقب على وش الدنيا بقى والبلية تلعب معنا اه حسد فهم زيه حسد وحقد على خلق الله سبحانه تعالى في الجنة ما ينفعش يبقى فيه حسد هتحسدوا على ايه ده القصر الواحد في الجنة وبارة عن خيمة من لقلقة لقلقة واحدة مش لقالق لقلقة واحدة مجوفة طولها ستون ميلا في السماء ده اللي حديث رواه مسلم وفي رواية البهقي وعرضها ستون ميلا ستين ميدي عن ده يعني تسعين كيلو متر ينهر ابيض يعني السقف بعد تسعين كيلو متر اه ما صلت شخص بالك ما انت كمان انت هناك هيبقى لشكل تاني خالص يعني يعني هبقى ده يعني يعني المشاكل اللي ناس بعض الناس بتعاني منها مفيش هيبقى مشاكل في الجنة بالمرة يعني لو واحد مثلا قصير عفوا انا سامحوني يوم القيامة هيبقى طوله في الجنة دي والطول هيبقى واحد عشان ما يبقى مقاسات واحدة حاجة استنبا استندر فهم ازاي كل استنبا واحدة طوله دي ستون ذراعا على طول مين على طول سيدنا ادم والحبيث رأو مسلم يبعثون او يدخل الناس الجنة يوم القيامة على طول ابيهم ادم عليه السلام ستون ذراعا ستين ذراع اه ستين ذراع ده ما شاء الله عمارة يعني فهم ازاي اه يعني فهم ازاي هتبقى طول بعرض كده ايمة ومنظر ومش وظيفة اميرة ما فيش وظيفة هناك واخد بالك حاجة بقى ما شاء الله تملى العين يعني واخد بالك والجمال بقى ورد في حديث ضعيف الناس يوم اليوم يدخلوا على حكمة سيدنا زكريا وعلى صبر سيدنا ايوب وعلى جمال سيدنا يوسف وعلى قوة سيدنا موسى وعلى سن سيدنا عيسى 33 سنة اه دي حتة دي بس صحيحة فهم ازاي وعلى خلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورد الحديث ضعيف اخبالي لكن الثابت ان انت تبعى سيدنا القيامة في الجنة هتبقى على سن سيدنا عيسى 33 سنة قبل ان ينزل يوم مرفع كان 33 سنة هينزل تاني من علامة من علامات الساعة الكبرى كما صحى ذلك الحديث عند مسلم ينزل يعيش 7 سنين يبقى عمره كم سنة 40 سنة ويقبض ويموت سيدنا عيسى عليه السلام يبقى تبعى في يوم القيامة في الجنة ان شاء الله 33 سنة طولك دي 60 زراع على طول سيدنا عيسى عليه السلام يا سبحانه الملك وتتحل كل مشاكلك بقى ما يبقاش فيه اي مشاكل عندك في الجنة وانت بس تدخل في الجنة كده والحديث روه مسلم وانت على باب الجنة ينادي منادن يا اهل الجنة ان لكم ان تحيوا فلا تموتوا ابدا ومالك من حاجة الناس الاغنية اللي معاه فلوس اكتر حاجة مسببانهم انه هيموت وهيسيب الفلوس دي او الفلوس دي هتسيبه وهو يفتئر فعملان له رعب فنفسه يعيش فلما جيب له سيرة الموت يتخلق لقى هناك بقى ان لكم ان تحيوا فلا تموتوا ابدا وان لكم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا تبضل شباب على طول عمرك ما تعجز وان لكم ان تصحوا فلا تسكموا ابدا مفيش امراض وان لكم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا الله ربنا زخنوا اياكم الجنة رب العالمين ولسه احنا لحد الان بنتكلم في موضوع له والهمة الحقيقة موضوع مهم جدا وجميل جدا العمال كل شعمال يعني بكلمك في نقطة معنا عشان الهمة تعلو وتعلو وعشان نوصل في النهاية اللي احنا نبقى في الفردوس الاعلى نلتقل في الحلقة القادمة ان شاء الله اسأل الله عز وجل ان يجعلنا وياكم من اهل الفردوس الاعلى وان يعتكر القابنا جميعا في هذا الشهر الكريم من النار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا اله اشهد ان 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 ا